بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب التطالبات الصدف الاول لها دادي السلام عليكم معكم مستر محمد عبدو مدرس مادة الاعلوم من مدارس المنتظر خاصة النهاردة هنشرح مع بعض درس عشان ظروف الاحوال الجوية هنشرح مع بعض النهاردة اول الدرس الوحده التانية التلتناسف تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنف اتع haviaكم ننشوفوا مع بعض الدرس ان كانت بتتكلم عن ان احنا عندنا تنوع شديد قوي في عالم الليه الكائنات الحية سواء في عالم النبات او عالم الحيوسين فكان لازم ان احنا نعمل لهم تصليم فيهم فكان لازم ان احنا نعمل ايه؟ يعني ايه نصنفه مستر يعني ان احنا نرتبهم كل واحد على حسب المكان اللي بيشبههم على حسب المكان اللي هو대 بيجبهو. فقال لي ده نظرا للتنوع الهائل ما بينهم وتسهيل دراستهم بالنسبة لنا. لما نيجي نعرفهم. فقال لي مسلا تعالوا نشوفه في الاول بيقول لي هندرس التنوع في علام الحيوان. طب لو قال لي على حسب الحجم. هقول له حسب الحجم في حيوانات كبيرة الحجم. ويوجد حيوانات صغيرة الايه? الحجم. الحيوانات الكبيرة قال لي مثل الفيل او الجمل او وحيد الكرن. وحيد الايه? الكرن. ودي صورة للفيل. طب حيوانات صغيرة الحجم قال لي مثل الفقر والانب والسحلية. طيب مشي كويس او. بيقول لي طب لو قلت لكم ننوع الكيانات الحية بالنسبة لعالم الحيوانات على حسب البيئة التي يعيش فيها. هنقول على حسب هو في حيوانات بتعيش في الماء وحيوانات تعيش على اليابس. امثل الحيوانات التي تعيش في الماء. او الاسماك او فرس الايه? النعر. وده صبع البحر برضك نعتبره كمثال معه. طيب. الحيوانات التي تعيش على اليابس قال لي مثل الكلب او الحصان او الاسد. ودي طبعا صورة برضك للفرس النهر من ضمن الحيوانات التي تعيش في الايه? في الماء. طيب. ييجي يقول لي طب بالنسبة للتنوع في عالم النبات قال لي على فيه اول حاجة على حسب الطول. هنميزهم لاشجار ضخمة وعشاب قصيرة. قال لي الاشجار الدخمة مثل الكفور. مثل نبات الكفور اللي احنا شايفكم هنا. او الايه? او النخيل. اللي بيينيه في الصورة ده شكل الكفور. وده شكل نبات الايه? ان خيط طب لها اعشاب قصيرة. قال لي مثل البرسيم او الايه او الجرجير. طيب. على حسب طب حجم الاوراق تاني واحدة. على حسب حجم الايه? الاوراق. قال لي فيه نباتات اوراقها الكبيرة مثل الوراق بتاعه بيبقى كبير جدا. او نباتات اوراقها صغيرة مثل نبات المرخية. طيب. بنيجي نشوف اللي بعده. طيب. قال لي التنوع في عالم الكائنات الدقيقة. بيقول لي فيه كائنات كده احنا مش بنشوفها بعينينا لحدنا. بعينينا العادية. قال لي الكائنات لا ترى بالعين المجردة. ولا وتنتشر في الهواء والماء والتربة. قال لي مثلا لو انا اعرف ان طبعا في جهاز عندنا في المعمل احنا بنشوف ان شاء الله اسمه المايكروسكوب. بيقدر مثلا يكبر لي الحاجات اللي انا مش بشوفها بعيني. قال لي انا لو خدت نقطة مية او او نقطة من بركة مية. هلاقي حواليها كائنات انا لسه مش شفتها شوال اعرف عنها حاجة. لا ترى بالعين المجردة في الاساس. فبيقول الكائنات دي بيسموها الكائنات الضخيقة. هي كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجردة وتنتشر في الهواء والماء والتربة. الامثلة اللي علينا التلات امثلة دول. الكائنات الحية دي بتحتوي على خلية واحدة فقط. قال لي مثل الاميبة. ليها حركة بتعمل حركة اسمها اقدام كاذبة. بتعمل جسمها على شكل اقدام. فبنسميها اقدام ايه? كاذبة. فيه نوع تاني اسمه البراميسيوم. بيبقى فيه اجسام كده ليه حاجة شبه الرياش الصغيرة طالع مبارك اسمها دي دي بتساعد على الحركة. اسمها الاهداب. بيسموها باسمها الاهداب. طيب الشكل التالت. الكائنات بنسميها باسم اليجولينا. اسم ايه? اليجولينا. طريقة حركتها عبارة عن ديل كده صغير بيسموها باسم الاصوات. ده اللي بيساعدها على الحركة. ودول التالت انسر الكائنات الايه? الدقيقة. ننتقل بعد كده يعني ايه علم التصنيف? قال لي هو احد فروع علم الاحياء الذي يبحث في اوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات الايه الحية. طيب. هنصنع في مين الاول? تصنيف النباتات. قال لي على حسب حاجتين. يا اما على حسب الشكل الظاهري لهم. يا اما على حسب طريقة التكاثر. طيب. رقم واحد قال لي حسب الشكل الايه? الظاهري. قال لي هنقسمها النعين. يا اما النباتات عادية. يعني اللي اه بقدر اميزها. نباتات تتميز الى جزور وسقان واوراق. قال لي مثل القمح او مثل الزرة او مثل النخيل او مثل نبات او او شجرة الكفور. طيب نباتات سلوسية او التحالب بسموهم كده هي نباتات لا يمكن تميزها الى جزور وسقان واوراق. اللي امسر على كده التحالب بجميع انواعها سواء التحالب الخضراء او التحالب الحمراء او التحالب البنية. طيب. قال لي حسر طريقة التقاصر ونركز هنا مع بعض. قال لي طيب. قال لي النوع او kilo امي في نباتات تقاصرة عن طريق حاجة اسمها الجراسيم. او حاجة بنسميها باسم الايه? الصراخص. طب قال لي يعني ايه الصراخص? قال لي ادي نباتات بتعمل تقاصر النفس Crowd ان هي بتكون حاجة اسمها الجراسيم. بتكون لنفسها جراسيم دي لي بتساعد في زيادة احدات نباتاتها. قال لي المسألين على كده قال زي نبات اسمه الفجير او نبات اخر بيسموه قصبرت البقر. ده بالنسبة للنباتات اللي التقاصر بجرسيم مانساش اسمه السراحص يعني يسا رحص? اللي هي نباتات ارضية صغيرة تتكاصر بتكون لايه? الجرسيم. طيب النوع التاني قال لي فيه نباتات بتتكاصر عن طريق البذورة. طيب الامر석و المعين. النوع الاولاني بيسموه معارات البذورة. بيسموه باسم ايه? معارات الايه? البذورة. يعني ايه معارات البزور. بنلاقي الشكل شايفين الشكل اللي ها بشاور عادي دلوقتي ده. ده بنسميه ان هي بزورها بتبقى جوه المخاريط. مفيش حاجة مرطيها. فقال لي هي نباتات تتكون بزورها داخل الايه? المخاريط. قال لي زي نبات السنوبر او نبات السيكاس. طيب. وبيقول لي على فكرة معلومة ان السيكاس ده بيبقى شبه النخيل بس هيبقى على شكل ازهر منه. بيبقى طوله اتنين متر تقريبا. طيب بالنسبة ليه النوع التاني قال لي في نوع تاني اسمه مغطات البزور او بنسميه من نباتات الزهرية. قال لي هي نباتات بتكون ازهار ومن منزل مغاراة البزور لا تكون ازهار. هي نباتات زهرية تحاط بزرعة باغلفة ايه? ثمارية. احنا قد لما بنشوف الزرعة او العمح بالله ان فيش ايه مغطيه كده. اه دي الاغلفة الثمارية. قال لي طب في منها نعين. قال لي اما زاتة فلقة اما زاتة فلقتين. اه انا لو بصيت على الزرعة او العمح بلا فيه هو كلها حاجة واحدة على بعضها. فمنسميها زاتة الفلقة. قال لي مثل الزرعة او القمح. طب لو بصيت على الفول والبسلة لو شبت الاشرة بتاعتها. اه. لو بصيتها من جوه هلاقي ان هي فيها ايه? عبارة عن حتتين او متأسمة جزئين زاتة فلقتين. قال لي مثل الفول او بتات البسلة. طب يعني ايه نباتات معاراة البزور عشان ما ننساش? قال لي هي نباتات لازهرية تتكون بزورها داخل المخاريط. طب بالنسبة للنباتات مغطات الجزور. قال لي هي نباتات زهرية تتكون بزورها داخل اغلفة سمالية. ننتقل معرض الجزء اللي بعده. هنصلنا في الحيوانات سهنية انت صنيف الحيوانات. قال لي على حسب تلات حاجات. يعني اما رقم واحد على حسب طبيعي التدعيم الجسم او رقم شنين حسب عدد الارجل المفصلية بالنسبة للحشرات والعنكبويتات او حسب وجود الاسنان. طيب رقم واحد حسب طبيعي التدعيم ايه? قال لي التدعيم يعني الدعام بتاعتي اللي موجودة معي في جسمي اللي بتساعدني على الحركة. طيب في النوع الاول بيقول لي الجسم ممكن يبقى رقم شعبة اسمها شعبة ارخويات. قال لي هي حيوانات لا تحتوي اجسمها في الاساس على ايه? دعامة. قال لي مثل انديل البحر او مثل الاختبوت او مثل ادلين. طب لو الجسم مضعم قال لي في نوعين من الدعامة. قال لي اما دعامة بينها من الخارج ذاتة دعامة خارجية مثل المحار او الكواقع. مثل مين? المحار او ايه القواقع طب ذات دعامة داخلية قال لي مثل الفقريات مثل الاسماك والزواحف والطيور الصديات او احنا مسلا من الصديات للنسان من الصديات فالعمود الفقري فعلا هو عبارة عن دعامة داخل ايه طب نشوف اللي بعده قال لي حسب عدد الارجل المفصلية طب بنعرف بس يعني ايه المفصلية الاول قال لي المفصلية هي حيوانات الفقرية تتميز بوجود حاجة اسمها الارجل المفصلية ودي بتميقى موجودة في الحشرات او العناكب او حاجة اسمها عديدة الارجل حنعرفهم بالتفصيل نقلق بالأوب بالكلاع سيدا له الحشرات قال لي الحشرات بتتميز بوجود ثلاثة ازواج من الارجل لو بصينا كده على الصرصار هاللا ايه ادي كده زوج ادي تنين ادي تلاتة يبقى بيقول لي الحشرات هي لها ثلاثة ازواج من الارجل ايه المفصلية قال لي زي الجراد او زي النح أو زي الزباب او زي الثلصور طيب mineربع what's up which I wait for you اربع اسواك. الانيز ادي زوج الثاني والثالث والرابع. قال لي مين دول? قال لي زي العنكبوت او مثل العكرة. او مثل الايه? العكرة. طب عديدة الارجل بيقول لي فين عين بيباليهم اقصر من الرجل. يعني فيه مسلا كائن بيسموه ام اربعة واربعين. عنده اربعة واربعين زوج من الازرع. وفيه حاجة اسمها زاتة الالف قدم. وفيه حاجة اسمها ايه? زاتة الالف قدم. ده كده التصنيف حسب عدد الارجل المصالية. طيب حسب وجود الاسنان هنصنفها لنوعين. ايه ما عديمة الاسنان ايه ما لها اسنان. طب بالنسبة لعديمة الاسنان اني مثل المضرة كائن اسمه مضرة او حيوان الكسلمة. دول بيتمعيزوا حسب وجود الاسنان حسب السديات بتاعهم من السديات بس عنديه من ايه? الاسنان. ده تصنيف بالسديات بشكل خاص. طيب لها اسنان. قليل هي حيوانات تمتد اسنانها للخارج. مثل الانفض والانفض بيستخدم اسنانه عشان يتمكد بالقبض على الحشرات اللي بيستخدمها في اخزاء. طيب الحيوانات لها انيام مدببة. ودروس بها نطوءات حده. قال لي مثل الاسد والنمور والفهود. طيب بالنسبة لحيوانات لها قواطع حده. قواطع. اه القواطع دوله في الامن معلطول. قال لي اولهم القوارد. القوارد زي السنجاب او الفقر او حتى اليربوع. بيتميزوا ان هما في كل فكة عندهم زوج. زوج من القواطع. يبقى هما مجموع الازواج اللي عندهم عندهم زوجين من الايه? من القواطع. هاللي مثل السنجاب والايه? والفقر. هي حيوانات تمتلك زوجا من القواطع في كل فكة. اما الارنبيات هي عندها زوجين في الفط العلوي. وزوج في الفط الصفلي بمجموع ثلاث ازواج مثل الايه? الارنبي. طيب. الجزء اللي بعده. طيب. بيقول لي النوع واحد التصنيف الاساسية للكينات الحية. جي عالم اسمه مينيوس. وضع العالم مينيوس هو نزام عشان نقدر نصنف بيه شبهة اللي احنا شكناه ده. نزامة لتصنيف الكينات الحية. عرفة باسم التصنيف الايه? الطبيعي. واعتبر حاجة اسمها النوع هي واحدة تصنيف الكينات الايه? الحية. طيب نعرف سياني ايه? اولا النوع هو مجموع من الكينات الحية المتشبهة في شكلها الظاهري. اه. يعني ممكن يحدث تزاوج بين الاوتط والكلاب. ويقدروا يتزاوجه فيما بينها وتنتج افرادا ايه? خزبه. طيب كويس. قال لي طيب لاحز يمكن يحضو تزاوج بين اي فردين بس يكونوا من نفس النوع. القطط بجميع اشكالها والوانها ممكن يعملوا تزاوج. لكن القطط ما يقدرش يتجاوز الكلاب مسلا. مهما كان الاختلاف في الشكل او الحجم. ويكون النسل الناتج ناتج خزب. يعني يقدر كمال نوعين تزاوج الناس اللي هيطلعوه. ولا يمكن حدوث تزاوج بين نوعين مختلفين مثل الكطط والالالب او الكطط والكلب. فان الناتج يكون نسل ايه? عقيم. ومثال على كده السؤال اعلم. عند حدوث تزاوج بين زكر حمار وحشي. وانصة حمار بري. اه ده يعني واحد من الحمار الوحشي. وانصة حمار بري. ده نوع وده نوع تاني. ما يقدرش يحصل. هل تنتج انصة عقيمة بيسموها باسمه الزنكي. لان كلا هما نوعين مختلفين. او في مثال تاني ممكن نلاقيه في الكتاب. قال لي زكر الحمار ممكن يعمل تزاوج مع انصة الحصان. وبينتجه انصة عقيمة بيسموها انصة البهل. وبردك ما يحصل بتبقى فردي غير خصب. لانها كلا هما من نوعين مختلفين. فبتنتج انصة عقيمة او انصة البهل. طيب. ده كده كان يعتبر ملخص سريع للدرس بتاعنا. اه وكده يعتبر خلاصنا الدرس. وهننسف بردك التدريبات بتاعته عشان نتضغب عليها. شكرا جزيلا وشوف كم في الفيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة